اهلا بكم في حلقة جديدة من الريموتادة وأنا أبتديها معاكم النهاردة في فقرة الترند اللي مستعرض فيها أبرز الأحداث الرياضية اللي تصدرت المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبداية ترندنا النهاردة مع محمود عبد المنعم كهربا أحد النجوم البارزين في النادي الأهلي ونقدر نقول عليه أنه دخل في أزمة مع مدربه مارسل كولر اللي قرر استبعاده من مباراة تانية على التوالي لأسباب فنية محمود كهربا اللي كان النجم الأبرز في الأهلي الموسم الماضي ونجح في قادة الفريق للتتويق بخمس بطولات وتمكنوا أنه يكون المهاجم الأساسي للفريق كانت بديت أزمته مع كولر لما طلب أنه يتم استبعاده من مباراة مدعمي عشان يحضر فرح أخته وده القرار اللي استغرابه مدرب الأهلي اللي دايما بيمشي بمبدأ أن الفريق أهم من الأفراد إسراء المحمود كهربا على حضور فرح شقيقته وخلى كولر يوافع على طلبه لكن المدرب السويسري كان مجهز حاجة أكبر للعيب الأهلي وقرر يستبعاده من حساباته قدام بلدية المحلة مع احتمالية استبعاده برضو من المطشين الجايين أمام يونج أفريكنز والزمالك كهربا بيحاول دلوقتي صلح العلاقة بينه وبين كولر عشان يرجع لحساباته من تاني ونشر النهاردة مقطع فيديو عبر حسابه في موقع انستجرام وهو بيتضرب في مران المستبعادين من مباراة بلدية المحلة وده دليل على التزامه وإنه بيسمع الكلام للجهاز الفني أزمة كهربا كان لها مردود كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتعلي نشوف أول تعليق معنا وهو من الشاعر اللي قال برافو كولر على قراره باستبعاد كهربا من مباراة المحلة كان لازم يكون فيه رد فعل ضد اللاعب وضد مجلس الإدارة الوافع على عدم الاحترافية اللي حصلت مفيش لعب أكبر من المجموعة وياريت يرجع مكانه جناح أفضل من ترتيبه التالت كمهاجم التويتا التانية أنا شايف تهويل في موضوع كهربا يا جماعة الراجل بيقلوا سودنه عشان حوار الفرح وكده كده وسام هياخد أكتر والموضوع اللي جاي هتلاقي كهربا موجودة عادي فبلاش تهويل للأمور التويتا التالتة بصراحة أنا مع كولر أنه يخلي منافسة بين اللعيبة وما يخليش الأهل يعتمد على لاعب واحد حتى لو كان كهربا ودلوقتي تعالوا نشوف أرائجة مهير في خروج محمودة عبد المنعم كهربا من حسابات مارسل كولر في الأهلي ونرجع لكم مرة ثانية عاز أخد رأيك في خروج محمودة كهربا من حسابات كولر الفنية من برات البلدية لا أنا ضد أنه هو يستبعده في الفترة دي بالذات لأن كهربا لعب مهم جدا وهو المفروض لو كان في أي عقوبة كان المفروض يبع عقوبة مالية تمام بس هو العيب كويس وصنع أهداف لا أنا ضد أنه يستبعده لفترة دي أنا بحب كهربا بس شيء طبيعي في الملعب لما يحصل يخرج في الملعب عادي ما يستبعد من التشكيل برضو عادي يزود الفنيات بتاعته يجهز نفسه بدني وينزل أول في الملعب هو تقريبا ممكن ما يكونش يخرج من حساباته يعني هي الفكرة بشكل كامل هو الماتش ده بس عشان خاطر هو كان فيه فرح أخته كده فهو بس عمعانة نمواجمين تانين فيه وسم عبو علي وفيه مدز فهو الماتش ده بس بعد كده تلاقيه ممكن تتمنى يعني أنه ما يكونش يخرج خالص يعني هو قهربا في الوقت الحالي ومهم جدا للأهلي لأنه هو لعيب مهم وممكن تستني منه في أي لحظة جون هو فعال يكون أنه هو بيعقبه عشان خاطر فرح أخته تقريبا عشان هو ندايق منه أو زعلان لكن أنا بالنسبة لي قهربا مهم في أي ماتش لأنه ممكن تستني منه في أي لحظة وهو هداف وعقومة مالية ما يتعقبش أنه ما يلعبش الماتش والله هو مش أحسن حاجة بالذات أن مودست مش شغال كويس وداله كذا الفرصة ولما كهربا بينزل بيقدي أحسن من مودست بكتير مودست في الفترة الأخيرة بيأخذ دقيق أكتر بكتير ومع ذلك ما سكلش هو يمكن بس الهدف الأخير اللي صنعه لحسين الشاحات بس كهربا بيبقى فعال أكتر بكتير ومنسجن مع اللعبة أكتر هو أنا شايف أن القرار أن قرار المستبعده مش بسبب أسباب فنية لأن كهربا كان الفترة الأخيرة كلها مشارك بصفة أساسية مع قرار القرار اللي أنا شايفه من وجهة نظري بسبب الأحداث الشخصية البتاع الكهربا اللي أنا بسبب فرح أخته الحاجات زي دي وأنا شايف أنه قرار موفق جدا جدا لأنه ما فيش لعيب يقدر أنه يقول لك أنا مش مسلا مش هبقى موجودة أو عايز أخد أجازة أو عايز مش هسافر مع فرع عشان فرح أختي لا 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 يعني فيه لعيبة أكتر من كده كان عندنا مرة أعطية وفات والده ربنا يرحم والده كان عايز يلعب دلوقتي تعالوا نروح للترند التاني معنا في حلقة النهاردة وهو عن حكم مباراة النهائي بطولة كاس مصر اللي هتطلع في السعودية يوم 8 مارس اللي جاي وهتشهد متابعة كبيرة من جميع في مصر والوطن العربي خصوصا مع وجود جوزي موريد نيوم ودرب ريال مدريد وروما السابق في طقم التحليل الفني للمطش ده المباراة اللي بتعتبر أنها واحدة من أبرز مجهات الموسم ده في الكورة المصرية باعتبار أنها بتجمع أكبر فريقين في مصر والوطن العربي كمان للظروف المحيطة بيها وإن نهائي بطولة كاس مصر هتلاعب لأول مرة خارج الملاعب المصرية مستنين نعرف طاكم حكامها بشكل رسمي خلال الأيام الأوليلة اللي جاي لجنة الحكام في التحاد الكورة برئاسة البرتغالي في توب بيريرا مصر على إثناد مباراة نهائية نهاية كاس مصر التقم تحكيم مصري وأبرز المرشحين لإدارتها هم محمد معروف وإبراهيم نور الدين لكن فيه مطالبات جماهيرية تانية بتعيين طاقم تحكيم أجنبي للمطش ده تفادياً لحدوث أي أزمات رواد مواقع تاصل الاجتماعي أكيد كان لهم تعليقات على احتمالية تعيين حكام مصريين لمطش الأهلي والزمالك اللي جاي وأبرز التعليقات كانت من أحمد خليل اللي كتب على حسابه يعني نرايح دماغنا من وجع الدماغ ده كله هاتو حكم أجنبي وإبعا تقول لي ليحة الاتحاد الكورة المصري الكورة القدم وبنقولش حكم أجنبي أصل برضو هي نفس اللايحة بتقول ماينفعش نهائي كاس مصري تلاعب خارج مصر مصطفى بيقول ماينفعش تبقى رايح تلعب نهائي الكاس في الرياض فوست احتفالات وبث مشترك ونقل وإخراج على أعلى مستوى ويكون معروف أو أمين أو عادل أو البنة حكم اللقاء ونشوف كوارس التحكيم والإحتواء وحكم بيحتفل بهدف أرض الملع هات حكام أجانب على أعلى مستوى وما تبوصش بتطبخة على بشل الملح دلوقتي تعالوا نروح نشوف أراج جماهير في الشارع المصري عن احتمالية تعيين حكام مصريين لمبارات نهاية كاس مصر بين الأهل وزنى مالك ونرجع لكم مراتين عازة خضرائك في قرار تعيين طاكم تحكيم مصر اللي يدرت مبارات الأهل وزنى مالك في نهاية كاس مصر بص أنا شايف أن تحكيم مصر كويس جداً والتحكيم مصر أنه يفضل معنا في كل حاجة دي حاجة أنا شايفها كويسة جداً والتحكيم مصر عمل أداء كويس قوي في بطولة أفريقيا تمام وفي حتى محمد معروف ده كما الناس اللي قال كويسين جداً وعمل بطولة كويسة جداً وأنا شايف أن التحكيم مصر حين على طول فضغروا وأنه يعني تحكيم مصر حين على طول مع أن التحكيم مصر ينزل في كل الماتشوات يعني والبطولات أنا شايف من وجهة نظر إن طالما الماتش بقى ماتش عالمي كده وفيه استوديو تحليلي عالمي وكاميرات عالمية وإخراج عالمي وشغل كبير كان المفروض حكم أجنبي كان هيفرق كان هيمنع اللغة اللي موجود في الشارع المصري إن نقول الحكم ده منحزل الفريق ده أو منحزل الفريق ده مع إنها نزم الكاوي بس أنا شايف إن التحكم الأجنبي كان هيمنع اللغة اللي هيبقى متواجد ما بين الجماهير كنت أتمنى للمفروض يكون فيه تقيم التحكم أجنبي أفضل لأن مباراة تبقى قوية بين أهل وزمالك وبيبعملش قو كده وفربنا والحكم المصري ممكن يتأثر بالجماهير وكده وإن شاء الله تبقى مباراة بممتاع يعني وحلوة يعني لا تابعاً قرار خطأ جداً جداً يعني مش في صالح القرار المصري في صالح الفريق الأحمر بس لأسف الشديد يعني لأنه طبعاً التحكم بيبقى محيز للأهل الأول حاجة وبعد كده للزمالك وبعد كده للفرة الأخرى وده شيء معروف من يوم الكرة بدأت في مصر يعني كنت أتمنى طبعاً حكام أجانب عدة أسباب دي نهاية السوبر وبين الأهل والزمالك كنتين في كمة مصرية تمام دلوقتي إحنا نتكلم مثلاً دلوقتي بين الأهل والزمالك ودلوقتي في مجلس إدارة الأهل يجيه مجلس إدارة النازل زمالك أو جيه نيزار النازل زمالك دلوقتي إحنا عايزين يعني كنا العلاقة تبطى كويسة ما يجيش مثلاً حاكم مثلاً مصري بالضبط السبب في المشاكل دي طبعاً القرار أنا موفق وأنا موفق معه جداً إنه القرار ده هيساعد الحكام كلها التحكم بتاعنا والتحكم بيجاهنا هيشتغل كويس جداً وحكمنا برضو في البطولة اللي فاتت بطولة أفريكا كان كويس وعملنا أداء كامل جداً والناس كلها كانت مبسوطة وكانش فيها أي مشكلة في التحكم خالص وكمان إحنا بندعم التحكم بتاعنا في مصر ولازم ندعم مصر محمد صلاح نجم ليفر بول الإنجليزي قدر يتصدر الترند الرياضي في مصر والسعودية النهاردة خصوصاً بعد التويتا اللي كتبها كابتن أحمد حسام ميدو وأكد فيها أن الفرعون هينتقل للدوري السعودي اعتباراً من الموسم اللي جاي تغريدة كابتن ميدو اللي كتب فيها محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود انتشرت بسرعة في معظم الحسابات والمواقع الرياضية وبدأت من بعدها التوقعات عن النادي الجديد اللي هينتقل للفرعون في الموسم الجديد تعالوا نشوف أبرز التعليقات على أنباء انتقال محمد صلاح للدوري السعودي في الموسم اللي جاي وأولها كانت من خالد السحيمي اللي كتب محمد صلاح وقع على حسب كلام ميدو صلاح إذا وقع لغير الاتحاد فدي كرسة في حق دورنا الفريق الوحيد اللي فوضه السيف الماضي وهو لعبنا وصلاح لابد أن يكون في جدة فيصل قال جميع أنديت الصندوق لديها فائد من اللاعبين العالميين إذا جلب صلاح لأحدهم فهو ظلم للنادي وظلم لللاعب نفسه أنسى بأفضل نادي واذي حجم محمد صلاح هو نادي الشباب غير كده تعتبر هدر مالي وفني محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم وتم توقيع العقود أتمنى أن ده ما يحصلش ويكمل مسيرته الليفر بول قال كده محمد إبراهيم وفي الترند العالمي تصدر لوكا مودريتش نجم ريال مادريد الأسباني المشهد بعد الأنباء عن تمسكه بالاستمرار في الملاعب وعدم الموافقة على عرض مدربه كايلو أنشلوتي بالانضمام للجهاز الفني للفريق في الموسم اللي جاي مودريتش البالغ من العمر 38 عام معدل مشاركاته مع ريال مادريد في المباريات اللي خفطت بشكل كبير في الفترة اللي فاتت لكنه ما زال بينجح في قادة الفريق لتحقيق الانتصارات وأخيرها على إشبلية في الدوري الإسباني في اليومين اللي فاتوا وده اللي خلى رواده مواقع تواصل اجتماعي علقه على المستوى اللاعب الكرواتي وكانت أبرز التعليقات من جمال الحربي اللي كتب كفاية خوف، كفاية خجل، وكفاية مجملات أفضل وأجمل وأرقم من ارتدى الرقم 10 في تاريخ كرة القدم هو الأمير الساحر لوكا مودريتش نادر قال لوكا مودريتش والله يفارق عن الكل وكده تكون خلصة ترينداتي ريمونتادة النهاردة لكم كاميرين معاكم حلقتنا بعد الفاصل مع كابتن محمد عباس أهلا بكم ومنساكن معكم فقرات اليوم من المنتهد على شاشة قناة المحور والنهاردة كان فيه مباراة مهمة جدا بعد غياب كبير جدا للنادي الأهلي عن المشاركة في الدور العام المصري النهاردة كان عنده مباراة مهمة جدا أمام بلدية المحلة النادي الأهلي دايما زي ما معاودنا أنه واخد كل المباراة بجدية كبيرة جدا نزل بتشكيل متوازن مرسل كورر المدير الفني للنادي الأهلي على الجانب الآخر أحمد عبد الرقوف نجم زي ملك الأسبق ومنتخب مصر والمدير الفني للبلدية يعني الراجل كان بيفكر تفكيرات النهاردة طبعا نتيجة مباراة خمسة واحد للنادي الأهلي على بلدية المحلة على ملعب استاد القاهرة أحمد عبد الرقوف المفروض يعيد حساباته في بعض الأمور الخاصة بالفريق من ناحية تاكتك الفريق من ناحية التشكيل من ناحية الطريقة اللي هيلعب بها الفريق المنافس هيلعب النادي الأهلي لازم يبقى عنده توازن دفاعي عنده بعض الاعتباد في بعض الأوقات على المرتدات تأمين طرفي الملعب بالنسبة لخط الدفاع وأيضا حد يلعب في خط النص ويلعب دايما يبقى الساتل الأمامي للعبي نادي بلدية المحلة لكن الظاهر النهاردة كان فيه شجاعة أكتر من لازم من أحمد عبد الرقوف واحد من المدربين من فتح الملعب واحد من المدربين الشباب الواعدين وأصغر مدير فني فيه طبعا الدور العام المصري لكن أمام النادي الأهلي وانتوا شايفين معنا لقطات مباراة ما يفعش الكلام ده بالتالي النادي الأهلي قدر في أول ظهور لوسامة أبو علي أنه كرة من خلف المدافع الأيصر أنه يدخل بيها منطقة الجزاء ويسدد من وضع صعب شوية بالنسبة للمهاجب على يمين حارس المرمى ولي كان بداية من بدايات وسام أبو علي وشهادة ميلاد جديدة للنجم الفلسطيني القادم من درمارك نتمنى له التوفيق مع النادي الأهلي النادي الأهلي وإمام عشر النهاردة واحد من نجوم المباراة بلا منازع تحركات بساطة انطلاقات عامل أداء مميز جدا في خط وسط النادي الأهلي كمان رضا سليم هذا البصده كان من عمر كمال عبد الواحد أيضا أحد الوجوه الواعدة النهاردة طبعا ده كريم فؤاد وعد كده عمر كمال بص من عمر كمال طبعا كريم فؤاد برضو هتكلم برضو على حاجة كريم فؤاد وجوده في المكان المكان ده بسم الله ما شاء الله طرفي الأهلي بقى أصبح فيهم زخم كبير جدا وهيبقى فيه معاركة كبيرة جدا وطبعا أكيد الفنادي مش هتكلم فيها باستفادة لأن معايا النهاردة واحد من نجوم كورت القادم من المصرية والمدير الفن القادير ومحل رموتانا كابتن الكبير كابتن مختار مختار أكيد الفنادي بتاعته هتكلم فيه حسن مني لكن أصبح فيه هناك زخم كبير حسن الشحات بعيد برسته ومش موجوده هيرجع تاني ردا سليم رجع يلعب تاني عندنا كهرباء طبعا الفنيا بعيد لو رجع عايز يشارك بشكل مميز جدا حسن الشحات أكيد لما نزل النهاردة حاول لكن طبعا الأمور بالنسبة له ما كانتش يعني العملية متاحة لكن تواجد هذا الكم الكبير جدا من نجوم النادي الأهلي أعتقد حاجة مميزة ردا سليم راجع وراجع راجع وراجع بأداء مميز جدا نتمنى له التوفيق ردا سليم يعني ها وقف وفكر أن الهدف بتاعه ممكن يبقى فيه شبهة تسلل لكن طبعا أحمد الغندور النهاردة كان مميز جدا إمام عشور اللي شفناه أده فرصة لو سامى بعلي ودي تقديمة مميزة جدا للاعب بيدعموه والراجل النهاردة في تصرحات له قال أنا سعيد بوجودي في النادي الأهلي سعيد النهاردة أنا بكتب شهادة ميلادي في النادي الأهلي باهدي الفوز لأسرتي وأهلي طبعا وبالتالي بجمهير النادي الأهلي اللي أول مرة لأول مرة بصر قدامهم مودست بيعود مرة أخرى بالهدف الخامس من خلال تمريرة سحرية من لماء محمد مجد أفشا الحمد لله لفراجت على الماتش النهاردة وكنت قاعد متابعة لكن على الجانب الآخر بلدية المحلة لازم في الفترة اللي جاية فظل أنه مقبل على مباريات صعبة جدا 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 وترتيبه برسل 13 نقطة واللي بينه وبين مثلا البنك الأهلي أو بينه وبين الفرق التانية بقى قريب منهم جدا جدا فيه طبعا المباريات والنقاط حسام أشرف واحد من اللاعبين المبشرين في الكرة المصرية معارم نادي الزمالك لبلدية المحلة يعني دي كانت الحسنة الوحيدة في المباراة أو يعني الهدف يعني حفظ وجه نادي بلدية المحلة لكن كلمة لأحمد عبد الرقوف وممكن برضو أخذ الرأي الفني ده برضو مع الكابت المختار مختار يعني عشان استفادة الفنية مع الكابت المختار عبد الرقوف لازم كل ماتش له ظروفه كل ماتش له طريقته كل ماتش له اللاعبة اللي انت بتروسها في الملعب وبتتحرك ازاي وبتدافع وبتهاجم وبتتمركز ازاي لأن أمام النادي الأهلي لازم يبقى كانت حساباتك تبقى حسابات تاني خالص خمس أهداف كتير في كورة القدم وانت عملت أداء مميز جدا في بعض المباريات في الدورة العام المصري السنة دي لكن النهاردة الأمور ممكن تقول يعني حساباتك مكانتش على المستوى المطلوب أو على مستوى التفكير اللي انتو كنتم فكروا انك تلعب أمام النادي الأهلي أمام النادي الأهلي أو أمام الفرق الكبيرة برضو عشان ما نخصش النادي يعني النادي الأهلي وحده بس النهاردة هلι aug cleared voice علي السكار لأن النادي الأهلي النهاردة هو كان يعني طرف المباراة وبالتالي بندافع الإحصائيات بتاع المباراة النهاردة فيه فوار كبيرة جدا يعني جينا مثلا وعرضنا معكم الإحصائيات على الهوى هنقول النادي الأهلي والبلدية المحلة النادي الأهلي النتيجة 5 ل 1 الاستحواز 56 ل 44 بلدية المحلة التمريرات 554 ل 429 صحيحة 479 ل 348 استدادات 11 ل 13 استدادات على المرمة 5 ل 2 ركنيات 2 ل 4 لبلدية المحلة التسلل 3 للأهلي 1 لبلدية المحلة الانزارات 1 ل 1 لكن في المجمل والمحصلة النهائية للمباراة هي 5 و 1 خمس أهداف حصيلة في غلة أهداف النادي الأهلي في الدورة عام المصري لهدف للبلدية المحلة 3 نقاط للنادي الأهلي ما فيش نقاط للنادي بلدية المحلة وده اللي هيخليه احنا قلنا برضو لو تفتكروا ونرجع تاني ونتكلمنا وكنا جبنا مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة على التليفون وقلنا أن الدور السنة لابد من التدعمات وبلدية المحلة واحد من الفرق اللي ما دعمتش زيها زي طبعا الدخلية زي مثلا المقاولون العرب لما تكلمنا برضو عن المقاولون العرب وأن المقاولون العرب السنة اللي فاتت أدى أداء مميز جدا في زل نزول الكابل الشوء غريب بالأعمار السنية أدى الدور الأول وجمع نقاط لكن في الدور الثاني كان في تعصر لكن النقاط اللي جمحها في الدور الأول يعني أنقذت المقاولون العرب مقارنة كان عندك مثلا على سبيل المثال كان برضو حامل ربط صوير كان غازل المحلة والاتحاد السكندري الاتنين في بداية الموسم كانوا ماشيين بسم الله بسم الله ما شاء الله وماشيين بشكل مميز جدا وجمعوا عدد من النقاط تقاه قرى غازل المحلة وهبط إلى الدور المحترفين لكن التحاد السكندري قدر إلى حد ما بحصيلة النقاط اللي في الدور الأول وبعد النقاط في الدور الثاني أنه يبقى في مكان آمن هي دي كورت القدم هي دي كورت القدم ومعانا من خلال ترتيب الدوري هنشوف في فوارق في بعض الأندية لسه اللي لها طبعا ماتشات كتيرة هبدأ بس الأول بعدين أعقب بعد كده على طبعا الجدول انبي في المركز الأول ستة عشرين نقطة المصر في المركز الثاني ولسه لهم ماتشين مؤجلين تلاتة عشرين نقطة زد في التالت واحد وعشرين نقطة برامت في الرابع واحد وعشرين اتحاد سكنداري عشرين طلقات جيش تساعة عشر سريمكا كولوبترا تمنتاشر سموحة تمنتاشر الأهلي سبعتاشر ولسه ليه فوارق سبع ماتشات تقريبا كان بينه وبين طبعا المسأل الإنبيا على سبيل المثال الجونة ستاشر مودن فيوتشر أربعتاشر ومودن برضو من الفرق لسه لها أربع ماتشات الإسماعيلي تلاتة عشر نقطة بلدية المحلها تلاتاشر الزمالك اتناشر برضو الزمالك لسه ليه برضو تقريبا ست مباريات متبقية البنك الأهلي اتناشر المقاول العرب تمانية الداخلية تمانية فارقه سبعة هتوقع بس معاكم على الجزء الأخير من الدوري لو جينا شوفنا بلدية المحل البنك الأهلي على سبيل المثال أربعتاشر مباراة عنده اتناشر المقاول العرب خمستاشر المركز خمستاشر عنده اتناشر نقطة من اربعتاشر مباراة المقاول العرب في المركز ستاشر تلاتاشر مباراة فظلوا مباراة وعنده تمنقات يعني برضو في مباراة لو وفق فيها وعنده مباراة يبقى مهمة جدا مع سريباك الوبطرة هيوصل يبقى احداشر يبقى برضو قربوا من بعد عندك الداخلية وفارقه هم اللي بعاد وبالتالي برضو فارقه واتكلمنا قبل كده ممكن يكون الناس في فارقه زيق شوية مصرف زيق شوية انهم ممكن اهتمامات في المقام الاول واخير ما كانتش لصناعة قط القدم هم في صناعة ثانية خالص لكن الامور في الدول لسه قريبة الفوارق مش كتير ماتش من الماتشات يفرق خالص عن مباراة عن مباراة وبالتالي هنشوف في الايام اللي جاية ما قبل توقف هبان الرؤية لكن عندنا ان شاء الله كاس مصر ان شاء الله يوم تمانية في المملكة العربية السعودية وفيه طبعا روء اعلامي كبير جدا 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 عن هذه المباراة واتمنى ان تكون مباراة بحق مواقيمة القرى المصرية وتاريخ القرى المصرية ان تكون مباراة بحق مواقيمة الاهل والزمالك واحد اتنين من اهم الفرق الموجودة في القرى الافريقية والروم العربي وبالتالي الاول ما تم افتتاح بيع التزاكر نفذت في خلال تقريبا ساعة على الاقل وده بيقول ان الدول المصر والقرى المصرية هي البلواز الاهم للقرى العربية في المتواجدة في الوقت الحالي والافريقية عموما يعني لو كلمنا على الشمال المغرب العربي والروم العربي هنلاقي أن القرى المصرية هي الاهم أهلي وزمالي نتمنى نتمنى إن شاء الله ومن خلال زمالي ومن خلال كل البرامج الرياضية أن يكون يعني الدعوة إلى مباراة في كنف الروح الرياضية ما بين أهلي وزمالي أمام الشعب السعودي الشقيق أمام الجماهير العربية اللي هي مقيمة في دول مجلس التعاون الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية نتمنىها مباراة مصرية الفائز نقول له مبروك والخاصة نقول له هاردلاك وكمان فيه طبعا يعني المستشار التركي ألشيخ رئيس ترفيه في المملكة العربية السعودية عامل جائزة خاصة لنجم المباراة وده برضو هتبقى حافز مهم جدا لنجم المباراة هيبقى فيه جواز للفائز وفيها جواز هيبقى فيه مبلغ مالي للخاسد لكن المحصلة هي الشكل الأهم المملكة العربية السعودية احتضر قبل كده نهاء الأسباني نهاء التركي نهاء الدوريات التانية قبل كده أعتقد برضو الإيطالي لما تنحن الزاكرة لكن يبقى يبقى عشان أعمل ربط صغير بحاجة أروح لها بعد كده وهكمل معاكم باقي فقرات البرنامج الأهلي المصري والزمالك المصري الكرة المصرية الجمهية المصرية ده الرهان الأهم بس نتكلم بكل أمانة بكل صراحة هتلاقي الملعب مليان على آخره هتلاقي تقطيع أعلامية لكل القنوات هتلاقي نجوم باسم شاء الله جاي بيقوله جزيمرينه وأعتقد منو الخسي جاي برضو يعني يحلل المباراة لأحد القنوات ده خلينا نعمل ربط عن ما يدور ما يدور وقالت زميلة أمينة في فقر التريند عن محمد صلاح والدوري السعودي وبرضو هاستوقف واستقفتني طبعا التويتر بتاع زميل عزيز العالمي أحمد حسان ميدو وانتعرفين ميدو علاقاته يعني قوية وبرضو عنده يعني علاقات يعني متخزي القرار أعتقد في الموضوع ده هو انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي لو تفتكروا قبل كده وقبل الدوري السعودي ما يبدأ السندي واستقطاب كريستيانو وبنزيمة وكانتي وكل النجوم الموجودين قلني حاجة بهم جدا وانا قلتها أنا بصفة شخصية يعني بعيد عن زملاء الأعزاء ميدو وبركات أكيد في برناميكم كل واحد بيادلو بدلو يعني قلت أن وجود محمد صلاح بعيدا عن الماديات ما هو إلا استقطاب كبير جدا للجماهير المصرية والعربية للدوري السعودي وبالتالي محمد صلاح اتقدم له أعلى عرض في تاريخ كرة القدم المصرية عبر تاريخها ما احترامنا لكل النجوم الموجودين ما احترام الكريستيانو ما احترام البنزيمة وجود صلاح في الدوري السعودي يعني المية وعشرة مليون مصري سواء داخل التراب المصري أو خارج التراب المصري هيتفرجوا على الدوري السعودي وهيتفرجوا على كل مباريات محمد صلاح أي أن كان بقى الوكهة اللي رحب محمد صلاح زي ما بنعمل الأيام دي دي التويتر بتعميده محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود يعني دي بقى الخبر يقين عندي ميدو يعني لو جبتنا ميدو على التليفون بقى ويأكد الخبر ده هتبقى برضو في سياق الحالة هتبقى حاجة برضو زريفة بالتالي الفكرة الفكرة أن قرط القدم والفن أصبح أحد أرقان القوى النعمة القرط القدم أصبح صناعة ولم يبقى جوة الصناعة دي نجم بحجمه وقيمته ومسيرة وأداء وتاريخ وإنجازات محمد صلاح مع ليفربول وانتقاله إن شاء الله لو لو نصيب إلى الدوري السعودي أعتقد أن دي تبقى حاجة تانية خالص حاجة قصة تانية خالص صلاح بقى واحد من النجوم الكبار في تاريخ الرياضة العالمية والأفريقية والعربية نجم بيشارلو بالبنام في كل مكان نجم بيقوله إن محمد صلاح ده واحد من النجوم الأساطير خلاص سطر اسمه بتاريخ وحروف بالنور في تاريخ كورة القادمة المصرية وأيضا في ليفربول افتكروا يعني مثلا من يومين قناة آيكس أمستردام حتى الآن دخل وهو في الكاميرا بتتجول بأحمد حسام ميدو هو وولاده والمدام صورة أحمد حسام ميدو موجودة دي حاجة من الحاجات الجميلة بالتالي محمد صلاح في ليفربول غير بقى المو صلاح جيب شانكينج والأغاني والحاجات دي أعتقد دي بقى أسطورة من الأساطير اللي دايما صلاح أي وقت في أي زمان وأي مكان وفي أي حاجة زي بالظبط كده ما أنا شايفين حاجة من الحاجات دي أنا بقى مبسوط سبك أنه ميدو زميلي في البرنامج سبك أنه ميدو مصري زينا لأ ميدو لما قلنا عليه العلامي لأ يعني كانت فعلا كلام وعلى الحق فعلا زي ما بيقولوا آه موجود كان موجود في المكان ده لما تقول أن نجب بقيمة ميدو كان موجود في المكان ده بنبقى مبسوطين وما بقى بقى أن محمد صلاح كان عنده حظ أوفر وفرصة أكبر من أحمد حسن ميدو من أحمد حسن من أكبر من محمد زيدان وكل النجوم المحترفين عبدالزاري السقق أو أيمان عبدالعزيز كل النجوم المحترفين المصريين اللي احترفوا سواء في الدور التركي أو البلجيكي أو الألماني أو مثلا الإنجليزي مثلا زي عمر زاكي بفترول الأسرة أحمد المحمدي برضو يا جماعة عايز أقولوا أنه واحد من اللعيبة المميزة الزكية جدا يعني أنا كان بيربطني علاقة قوية جدا بالمحترفين وصورت معهم كلهم كان يقول لي أنا هروح الدورة الإنجليزية وهو بطرف الدورة الإنجليزية وفعلا هو الآن حالا هو مدير رياضي أعتق في أستون فيلا أو الإمباسادور بتاع أستون فيلا وعمل شغل كويس جدا 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 إيه اللي خلاني أعمل ربط هو وجود الدورة المصري وجود الكأس مصري في المملكة العربية السعودية عملت بس ربط يعني أخرج السياق شوية يعني عشان يعني أقول الكلام ده تصريحات كولر هو بيقول إيه الراجل الراجل يعني مبسوط بوجود جمهير وزاد جمهير بس سعيد أوي عايز جمهير أكبر من كده أكيد أكيد بيقول أعرف أن الجمهور عدده زاد ولكني لست سعيدا بالحضور اليوم ومن المهم من الكرة عموما وللعبين رؤية قدر من الجمهور أكبر قدر من الجمهور سعيد بمستوى وسام أبو علي اليوم ولكن الفريق كل لعب بشكل جيد وليس وسام أبو علي فقط سعيد أيضا بالفوز الكبير الذي حققه الفريق اليوم أعرف أن وسام أبو علي سريع وشرس ويسجل الأهداف ونحن نعمل على تجهيزه كي يستطيع أن يلعب تسعين دقيقة بعد إصابته في الفترة الماضية ليس ليدي أحداشر لعبا فقط يشاركون باستمرار بل نحن أمام ضغط مباريات كبير في الدورية وفي مختلف البطولات لذا لا يمكن أن نلعب بنفس التشكيل في كل مباراة ويجب أن نقوم بالتدوير وده حاجة محترمة بعض اللعبين يريدون المشارقة المشارقة دائما لكني أفكر في حمايتهم من أجل استفادة بهم ولدي ثقة في جميع اللعبين المتوجدين في الأهلي استبعاد محمود قهرابا قرار فن بحث ولدينا ثلاث مهاجمين وأقوم باختيار إثنين في كل مباراة يمكن سبقت كلام مارسل كولر في أن ناحية الشمال دي اللي فيها كهرباء وفيها ريدا سليم وفيها طبعا طهر محمد طاهر وفيها تو وفيها شحات جاهزية النجوم أو كثرة النجوم بتعمل مشكلة بس المشكلة في أنه ما يختارش الأنسب الأنسب هو الأهم في ظل المشاركات وفضوء المشاركات واحتياجاته اللي اللعبين في ظل نتكلم الرجل على سياسة التدوير على الجانب الآخر الطرف الآخر هو المدير الفني البلدية المحلة طبعا أحمد عبد الرقوف اللي بقوله هردلك عبد الرقوف وإن شاء الله يعوض في المشاركات اللي جاي بيقول نعلم أننا كنا نواجه فريقا كبيرا حاولنا إغلاق المساحات أمام هجوم الأهلي ولكن كانت لدينا أزمات في خط الدفاع بسبب الإصابات لعبنا بخطة أربعة خمسة واحد كانت نتعامل مع ضغط الأهلي المتوقع واحترمنا الأهلي كثيرا ولكن لعبي خط الدفاع لدينا كانت لديهم أزمات وسنحاول تحسين جودة بعض اللاعبين وده المطلوب على وكه السرعة قلة الخبرات وعدم التعامل الفني الجيد سبب لنا مشاكل مع بعض هجمات الأهلي لن أقصو على اللاعبين وأتحمل أخطاء فعلا أنت متحمل المسئولية غير راضي على هذه النتيجة حتى وأننا كنا نواجه الأهلي وأنا أتحمل مسئولية هذه النتيجة أمام لعبي فريقي دي شجاعة من عبد الرقوف هدفنا هو الاستمرار في بطولة الدولة الممتاز وهذا مازال متاح بالنسبة لنا هل تتوقعوا أن لسه الفرص متاحة لأحمد عبد الرقوف أنه يلحق فضله تقريبا أو فضل الفرقيته تقريبا ماتشين أو ثلاثة فضل الأول هو في المركز الثلاثاشر وقريب جدا من المركز القبل الأخير بينهم تقريبا ثلاثة أربع نقاط بالتالي هو يعني من الزنبول الأول لكن المشكلة كانت في التدعيم المشكلة كانت في أنك أنت صاعد من قالك تقريبا 15 أو 16 سنة بعيدة عن الدور المصري وراجع وعارف أن الخريطة تغيرت أه تغيرت بقى في فرق عندها إمكانيات أه عندها إمكانيات بقى في فرق عندها قدرات مالية كبيرة جدا ولعبين بتقدر تجيبهم أه عندها لو كلمت هتتكلم على سراميكا كلبطرة هتتكلم على مودرن فيوتشار هتتكلم على زيد هتتكلم على بعض الفرق اللي جابت ودعمت ومتواجدة وطمنت إلى حد ما إنها متواجدة مش هتروح ولا بعيد زي الجنة بالضبط الجنة برضو كانت الناس حزبتها إنها بعيدة كل البعد عن طبعا التنافس لا موجودين وموجودين زي ما قلتك مبارح الكابتن على عبد العال لما بيكسبش ما بيخسرش ومعنا كمان يعني جهاز لمنتخب مصر بيتابع كل كبيرة وصغيرة بيتابع كل المباريات وانتعرفين كابتن حسن وحسن أهو في الصورة جهاز منتخب مصر يتابع مباراة الأهلي وبلدية المحلة من المأسورة الخاصة طبعا لإستاذ القاهرة ودي حاجة من الحاجات اللي دايما بوفرها صديق العزيز وليد عبوهاب رئيس أدى صديق القاهرة دايما عامل المأسورة الخاصة الزجاجية دي لجهاز المنتخب دايما سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي أنه بيهتم بيهم وبيديهم الخصوصية الكاملة أنه يتابعوا المباراة بأريحية كبيرة كان فيه طبعا يعني كهرباء النهاردة طبعا رغم الإدار واللغة الكبيرة جدا كهرباء مستأذن كهرباء مستبعد كهرباء فنيا كهرباء لا المفروض ما كانش يحضر المناسبة الخاصة بشقيقته أمور كتيرة جدا الرجل النهاردة بيقول أن أنا موجود مع زميلية أنا موجود ومساند في الملعب موجود بره الملعب موجود قاعد ومستني إن شاء الله وارجع لمستويه لأن الكلام بقول أمانة كهرباء الأهلي عمل معه المحدش يعمله في الدنيا كلها احتضن كهرباء مساند الكهرباء إن الكهرباء تاني يرجع يقف على رجليه يقد بالأداء المميز ده رجل جناح يلعب مكان رأس الحربة يبدأ يحرز أحسن هدف في البطولة الأفريقية يفوز مع النادي الأهلي في البطولة الأفريقية يفوز النادي على الأهلي ببرونزيك كاس العالم الأدية السوبر المصري كل الدوري كل النتائج دي أعتقد دي حاجة من الحاجات اللي تخلي كهرباء فخور وسعيد ويخاف على مكانه في النادي الأهلي وده حاجة من الحاجات اللي أنا بتمنها وأن كهرباء يعي جيدا لو كان حصل مساندرستاند حصل أي مشكلة حصل أي لغط في أي أمور مستوى تراجع يرجع تاني ويقف على رجليه ويقدي بأداء مميز جدا ظهور الأول لكل من وسام أبو علي عمر كامال عبدالواحد ريدا سليم مودست مع النادي الأهلي بشكل مختلف لو خدنا معاكم عندنا برضو يعني زماننا في الأداد والأخراج عمل لنا يعني حصائيات كده ظريفة وسام أبو علي يعني طبعا طب خلاص دي نعرضها مع كابتان الكبير كابتو مختار كمان بعثة يانج أفريكانز طبعا أخبار نادي الأهلي سريعا هتوصل إن شاء الله عشان الموراة المهمة جدا يوم الجمعة السادسة مساءنا على مستاد طبعا أستاد القاهرة وهيتواجدهم وهما الناس يعني بيقولوا أنهم مش جايين القاهرة أو مش جايين مصر أنهم يشتروا مشتريات أو يتفسحوا أو 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 لا هما جايين عندهم مباراة صعبة مع فريق كبير فريق عنده طواجد كبير جدا في العمق الأفريقي من خلال حراس العديد بعديد من البطولات لا يعني من نتمنى إن شاء الله كل توفيق للنادي الأهلي مجموعة النادي الأهلي الأهلي تسعة نقاط في المركز الأول ينجي أفريكانز في المركز الثاني ثمان نقاط شباب بوليس داد في التالب بخمس نقاط ميدياما الغاني في المركز الرابع بأربع نقاط تصرحات علي كموي مدير إدارة الأهليم بنادي ينجي أفريكانز بيقول لكلام اللي قلته من شوية كنت أنا تبعته قبل كده بيقول أننا مش جايين نزور أهرامات ولا نشتري لا أنت مش عايزينك لا تشتري أو عايزينك نشتري وتزور الأهرامات وتلعب وتخسر لا لا أدي أداء مميز جدا رجل هناك أشخاص يقولون أننا ذاهبون لزهارة الأهرامات وشراء الملابس أعتقد أنكم رأيتم الطريقة التي أعددنا بها للزهاب إلى المباراة هذه الاستعدادات ليست للسياحة ولكن للزهاب للقتال على الفوز حتى لو كنا متأهلين نريد أن نتصدر المجموعة أعتقد صعب صعب جدا وطب هروح سريعا بس الزمالك عنده مباراة بكرة مع نادي الداخلية سابعة مساء على ملعب أستاذ القاهرة وعندي بعض الأخبار بالنسبة لسيد زيزو والزناري جاهزين للمشاركة في المباراة هستعد بقى وطلع لفاصل بجد أنا سعيد ومبسوط ويكن كان في مرة من المرات كان معايا طبعا كابتن الكبير كابتن رمضان السيد اللي ربنا دلو الصحة والعافية ويقف على رجلية تانية بعد العملية الجرحية اللي أجراها سألته سؤال مباشر كده قلت له كابتن الكبير وحاش نكابتن مختار فين قال لي كابتن مختار موجود وبنتقابله وبنخرج وقلت له طب احنا عايزين معنا في في الرومونتاد قال لي طبعا أنا كان عندي فكرة أن الكابتن يعني بعيد شوية لكن طبعا جاه وظهر مع معميده وظهر مع بركات ونهارده بيظهر معايا إضافة قوية جدا وأنا سعيد مع كل طبعا محللين الكبار المحترمين اللي بيدفوننا من الناحية الفنية حاجات كتير جدا سعيد طبعا وهستعدت على فاصل عشان نستقبل كابتن كبير كابتن مختار مختار واحد من الرموز النادي الأهلي والكرة المصرية والمدير الفني القدير ومحلل المنتدى في حوار مهم جدا عن الكرة المصرية نجم تابعض الفاصل في الفقرة الحوارية مع نجم النجوم ونجم النادي الأهلي ونجم مصر ونجم التدريب والتحليل كابتن كبير اللي أنا سعيد بصفة شخصية بوجوده معي النهاردة في أرمونتادة كابتن مختار الله يا خليك كابتن أنا سعيد إن أنا معاك النهاردة لا والله أنا سعيد جدا وكمان أنا أنا متابعك على الجانب الآخر الجانب الإنساني بتاع الجامعية طبعا جامعية القدامة الرياضيين دي بتعملوا فيها حاجة محترمة جدا كابتن أبورجيلا والكابتن شوبيل والله أرحمه كابتن عبدالمنح الحاجة الله أرحمه وحسن إليه وكل الناس طبعا الموجودين عشان بس منساش أسابينهم بتعملوا حاجة عظيمة وربنا يجعلوا في الميزان حسنك أم صلاحة ناس هيدين جدا طبعا على رأسهم من كابتن أبورجيلا كابتن أبورجيلا ده رجل يعني من الناس اللي الواحد يعني مهما يقول فيه ما يوفرهش حق أبورجال كابتن أبورجيلا أبورجال ومع كابتن فتح مبروك ومع رب يا ياسين ما شاء الله مجموعة كويسة جدا وربنا سبحانه وتعالى يجعلهم يجعل اللي هم يعودون في مزال حسناتهم لأن أفضل حاجة في حياتنا اللي هي اللي بيخدم الناس بدون أي مقابل يعني ده حاجة يعني عند ربنا يعني ما شاء الله لها ثواب كبير جدا جدا وكثير جدا 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 يعني كابتن مختار يعني أنا متابع وكنت ببقى متواجد أوقات معكم كابتن أبورجيلا عارف هو بعمله وكابتن شوبيل كمان أنا رايب منه وكابتن كابتن 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 أنا عارف أنه كنت أنا عارفت أنه مش منه أنا يعني أنت مشارك كابتن مش لازم تبقى في المجلس ظهر لا أنت مشارك بقوة وبقلب وضمير وبإنسانيتك المعودة دائما إيه المطلوب وإيه اللي بنقسكه كابتن أبورجيلا أوقات بقول لي إحنا أوقات بنتزنق في شهور أوقات في ناس كتير جدا بيبقوا مستنيين الموضوع ده ودي حاجة على المشارك شخص أنا على فكرة بتضيقني يعني أنا نجم أفنى تاريخه ونجم لعب ونجم والدني راحب به أو الصرف راحب به من الحق علينا وصعب هو اللي يروح للناس بالظبط ايه أنا أقسكه يعني قول لي برضو مع الوزير كان موجود مبارح وكابتن أنا أبورجيلا كان موجود واضح واضح الحمد لله الحمد لله معنا لقططها برضو واضح واضح أن الأمور بقت أفضل بكتير الحمد لله لأن يعني ساتة الوزير ما شاء الله عايش مع المجموعة بشكل كويس ومسندته أكيد أنهم ممسندة حتى وزلت التضامن كمان بقت لها دول كبير جدا في الكلام دوت الحمد لله كانوا يعني الأول كانت المعانشة دي ده الحمد لله الأمور دلوقتي أفضل بكتير جدا جدا زي ما هم حتى يعني بيقولوا دلوقتي وزي ما يعني صرحهم بالح الأمور بقت أفضل بكتير جدا لكن أكيد أنت عارف أن الأمر دوت محتاج متابعة يعني دورية ومحتاج متابعة يعني على طول وفورية وخصوصا أن في مجموعة جبيرة جدا جدا من اللعيبة الكدامى بقوا أشد الحاجة للكلام بتزعل كابتن بتزعل بتددي أهو أنت أكيد طبعا يعني يعني الناس فعلا فأشد الحاجة أنهم من غير ما يطلب لازم تلوح له ومن غير ما يقول ودي بصراحة يعني الكابتن أبورجيلا حسس بيها بشكل جدا وهو يعني يعني الدينمو بتاع الأمر دوت صح وربنا يبالك فيه ويبالك في أمثال يعني في أوقات كده بيحصل سهوة عن حد معين أو بتاع أو بتاع أو بتاع أو بتاع من دايما اللي بينقب وبيقول اللي بيجي يقول فلان على طول اللي هم بيتابعه يعني يعني معه أصلي هم مش هيعرف كل الناس إنما لازم حد ييجي يقول له ده في فلان ده في فلان وفلان لأن فعلا يعني فيه ناس فعلا فيه أشد الحاجة يعني أنا عجبني مثلا كرمت احتفين بي صراح وده أكيد إن هي كان لي رد فعل على نفسيته طيبة جدا جدا ولبين يشفي وشي عنه إن شاء الله رب العالم كابتن اللي أنا عرفه يعني أنتو كلعبين أو مدربين أو أنا عادت سنتين في فوتشر معنادي فوتشر دايما أنا كنت بشوف على الأرض الواقع اللعيبة كابتن فريق بلم مع زميله حاجة بتطلبها من نجوم كرة القدم مصرية الممارسين لرياضة كرة القدم واللي ربنا رزقهم وربنا ربي يزيتهم ويبارك لهم طالب منهم طالب للنجوم التاريخ اللي قبل كده أكيد 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 ما شاء الله يمكن الزمن بيتغير والأمور بقت يعني أفضل بكسيرة جدا جدا للعبت الكور ولعبت الكور في الزمن دي وده فضل من ربنا عليهم أن هم محظوظين أن هم في زمن الحمد لله العطاء فيه بالنسبة للكولتر قدم عطاء كبير جدا هل الكلام ده ما كانتش موجود معنا وإحنا زمان لا كنا عايشين وعايشين كويس جدا في الظروف اللي كنا عايشين فيه لكن أكيد الدنيا بتتغير وكلتر قدم دلوقتي بقت غير زمان وفيها مكاسب كبيرة جدا وفيها دخول كبيرة جدا حتى بالنسبة للعيبة احنا كنا زمان بنلعب وكننا عانين على يوم اليوم اللي هنعمل فيها التزال ونعمل فيه ماتش عشان يعني يسندك العمر كله إنما دلوقتي غير نقدر نقول يعني أو نجه رسالة هل يتم يعني طبعا دي استقطاع ولو جزء من عقود ممارس كورة القدم في مصر الآن وهو بسم الله ما شاء الله ربنا يا رب يزيدهم يبرك لهم اللي رد جميل للنجوم القدم والله نتمنى هذا الأمر يعني نتمنى إن الأمول توصل يعني نخفف المعاناة للناس وده أمر أكيد وخلي بالك حتى الدنيا مش مضمونة يعني التغير في الدنيا ودي سنة الحياة سنة الحياة إن فيها تغير فمحدش يضمن بكرة بالنسبة له أنا عايش النهار دا كواس قوي يا سلام لو أنا إنسان بقى يعني في قلبي خير وحاسس بالناس وعندي عطاء أكيد أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني أقرب من أي حد لما يكون لواحد كريم ربنا سبحانه وتعالى يبقى أقرب منه بكثير جدا فلو الكرم دوت والعطاء ده موجود مع الواحد والدنيا مشى معه أكيد أن رياد إن شاء الله سيكون لها لد فاعل عنده يعني عليه من عندي ربنا أقصر بكثير جدا وده أمر فعلا يعني إيه لما تحس بالناس أكيد أن هي دي حاجة من الحاجات اللي احنا بننادي بيها ما بين الرياضيين لأنها حاجة متدولة الدنيا كده والدنيا متغيلة أنا دلوقتي الحمد لله في رغض من العيش الرغض من العيش ده ممكن ما يستمرش ربنا يزيدك رب يزيد جميع أنا بكلم إنسان يبقى في رغض من العيش الرغض من العيش ده ممكن ما يستمرش فاللي يخلي الأمور دي تستمر هو العطاء أن ربنا يحس منك أن أنت إنسان سخي وأعطاء وحاسس بالناس فأكيد يعني في ناس في احنا طبعا ما تتكلم على قلة القدم اللي احنا عايشين فيها ومعاها يعني إن في ناس كثيرة منهم من الناس الأدام أكيد أن أحوالهم فأشد الحاجة للمساعدة في هذه الأيام الكاميرا الروموت هذا كانت موجودة هارض حرك أنا وأنت كدو نتفرج كدو على التقرير ونعقب عليه هنا جاء نتكلم بقى فان شكرا أكيد الاهتمام بخدام الرياضين في مجال كورت القدم وفاء والنهار ده يوم الوفاء الخامس الحياة احنا اعتدنا نحن نحتفي بهم ونكرمهم الحمد لله يعني وزارة الشباب والرياضة وعشان جمعية وزارة التضامن وناس كتير قوي بتدعم هذا اليوم وبتدعم قدام الرياضين بنقولهم احنا معاكم بنقولهم ربنا يديكم الصحة النهاردة شفنا اسماء كتيرة وكبيرة كنا بنشوفها في الملاعب بنفتكرها ويعني دايما معاهم وربنا يديهم الصحة دايما الناس القدامة دول بيحتاجوا رعاية يعني برضو خلينا وقعين بيحتاجوا رعاية وبيحتاجوا اهتمام وإحنا الحمد لله كجمعية رعاية اللعب القدامة الحمد لله عندنا الحتة دي ووزارة الدانب بتقف وزارة الشباب وفيه رجال أعمال بيقفوا جنبهم واشكرهم جدا جدا وزا ما قلتلك احنا بنسعد دائما للخير وده حاجة خير خير بتعملوا جمعية رعاية اللعب القدامة وأتمنى ان شاء الله تستمر وأتمنى ان احنا يبقى عندنا دعم مادي نقدر نسعد كل نجوم الكرة المصرية ان شاء الله دي مش أول مرة دي يمكن نمر حداشر لان احنا بقاننا حداشر سنة في الجمعية ومن خلالك بقول الله يرحمه الكابتن عب منهم الحاجة كان ليه أيدي كبيرة في الموضوع والحمد لله الأسات زي زميلنا كلهم الموجودين قدروا يكملوا المشوار والحمد لله الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من حداشر سنة حتى الآن ما فيش شهر وقع مننا وبنحاول كل سنة نحاول نزود الماديات للناس حسب الظروف اللي بيجينا حاجة كويسة ويوم بننتظروا من السنة للسنة طبعا والعام الطيبين الناس دي طبعا كباتن مصر قدمت كتير وقدوا كتير وتقلقوا ووصالوا وجالوا طبعا فيش كلام فبنعملهم يوم لوحديهم يعني الناس دي سائل كل خير لازم الانديها تسأل على الكبات اللي الكبار دول اللي أسعدونا ويوم بننتظروا من السنة للسنة طبعا وفيش كلام ويوم اسم يوم الوفاء في ألا حاجة احنا خلي بالك الجماعة عاملة مجهود رائع وكبير جدا بحيطك أكتر من 250 أسر من ساعدة الشهرية فطبعا شكرا لليوزارته طبعا شكرا وزارة الشاب الرياطة تعادو الكورة رجال الأعمال عندهم أصالة وبيدوا عشان نسعد الناس دي فيوم جميل بننتظروا بنلوم كلام طيبين كل سنة وانتوا طيبين بنلوم شهر رمضان وبنقول كل القائمين على جمعية رعاية اللاعبين القدومة برعاية السيد الوزير الشباب والرياضة والقائمين على يعني الجمعية بنقول لهم متشكرين على يوم الوفاء العظيم اللي بيتعامل كل سنة لجميع اللاعب مصر القدامة لعيبة مصر اللي هم عملوا اسم للبلد وعملوا اسم النفطين وانديتهم بنقول لهم الجمعية معاكم ووراكم وفي كل وقت ليكم والقصاركم ان دي حاجة جميلة النهاردة يعني التكريم مثلا بيبقى مادي بالنسبة للناس وظروفها مش كويسة أدبي ومعناوي بالنسبة للناس اللي هي الحمد لله ربنا ما يصلى الله حالها وفي كل حالات التكريم واجب بصراحة فهي حاجة كويسة أو يتمنى ان هي بقى فيه زيادة بالسمرار يعني في الاعداد اللي بتتكرم وزيادة حتى في المحصلة بتاعة الدخل بتاع الجمعية والحقيقة يعني احنا عندنا فيه تلات اربع جهات ما بتتأخرش علينا فعلا يعني على رأسهم طبعا وزارة الشباب الرياضة وزارة التضامن وفي نفس الوقت اتحاد الكورة وايضا بعض رجال الأعمال اللي بصراحة دايما برضو بيساموا بقدر جبير اوه انت قلت يوم وفاء يمكن الكلمة دي والانتماء معاها ما اعتقدش ان يعني عايزين نرجحها بالحاجات دي او بالاجتماع بتاع النهاردة او بالحفلة النهاردة دي عشان التكريم خلي معاك التكريم مش يعني ملوش فايدة اكتب من انت تكون فاكرني او حاجة معنوية دا ان السنة من زمان من بعد الاحتراف من تسعين ان بايت عندنا ما تقول دا ما عندوش انتماء دا ما فيش انتماء لكن دلوقتي او النهاردة وانا اشرفت ان اول مرة احضر الجامع دا كله انا يهمني النهاردة انا اشوف ناس صحابي كنت شفتهم في الملاع ما شفتهمش بعد كده عشر عشرين سنة فاليوم بتاع الوفاء جمعنا والله انا اشكرهم دا دي المنتهى السعادة النهاردة نشوف الزمال القدامة كلهم نفر نفر اللي ارحم اللي مات والله يدي الصحر اللي عايش ويشف كل مريض يا رب العالمين وان شاء الله التكريم الموتار روعة واحضر الساعة الوزير والسادة الأفاضل قامت الرياضة المصرية واشكر الكابتون احمد شبير على ما قام به من دعم اللي راضيين وقدامه كابتن يعني حاجة محترمة جدا جدا والله يوم كان يوم طيب جدا يعني اسعد الناس بشكل كبير جدا ودي حاجة من الحاجات الكلمة حلوة كلمة الوفاء كلمة حلوة قوي يعني لها معاني يعني كبيرة جدا جدا على النفس يعني الحمد لله وبعدين وفاء وتجميع الناس كمان مع بعضيها في هذا اليوم صراحة يعني لجعنا سنين طويلة يعني أنا في ناس شفتها مبالح بقالي سنين طويلة مش شفتاش وكانوا معايا تقريبا كنا على طول ما كانش كل يوم في الأسبوع مرتين ثلاثة ما كانش كده مرة لكن بقالي سنين طويلة مش شفتهمش ليه بلده لأن الدنيا بلده يعني إحنا بلده كبيرنا وكله أحسنين بقى عنده يعني حاجات قبل بس ما أبدأ لأن العملية طبعا عملية كبيرة يعني لكن الحمد لله أفضل بكتير جدا 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 يعني يا كابت نمضان وحشنا وهتتنورنا إمتى في الرمون تاد إن شاء الله حبيبك شرفنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأهلي وبلادي المحل النهاردة فوس كبير جدا لنادي الأهلي فوركت واضحة خبرات إمكانيات طريقة لعب شوفتها زي كل حاجة يعني كل اللي أنت قلته أكيد إن هو ما بين الأهلي وبلادي المحل يعني أكيد الأهلي في حتة تانية وبلادي المحل في حتة تانية إمكانيات مختلفة بشكل كبير جدا جدا بس هو المتشي كان يجب إن بلده بلدي المحل يعني يهدي نفسه شوي بصراحة يعني ويعمل احترامات كبيرة للنادي الأهلي أكثر من كده بكتير أب لكن ما ينفعش إن أنا أبقى ما تتوح كده وتبقى عندي يعني هو رجع قال الكلام ده في الختام المباراة بس يعني خلاص أنا ما يعني ما سمعتوش للأسف بس أنا بقول كده يعني بقول يعني وأنا بتفرج عسيز أن الأمر يعني أنا يعني أنا بلعب الأهلي وبعدين طول ما أنا يعني بلعب الأهلي والأهلي ما بيجيبش فيها جون طول ما لقبتي بتعمل كده طول الماتش مجال أن يجي فيها جون أكيد لده بيقصت فيها تخيل بقى أن الجون يجي في ديار الرابعة الأربعة في الأربعة أو الخمسة الرابعة الرابعة فده أمر طبعا كان يعني فتح الملعب ودى السقة جبيرة جدا للأهلي والنادي الأهلي حتى يمكن للنادي الأهلي نهضة في تايم أولاني بالذات كان أداءه هايل جدا جدا في قلبه في روحه في تصميم على المكسب بشكل جبيل جدا ودو اللي خلا برضو يعني يعني حسسني بصراحة يعني أن الأهلي يعني النهالدة جاي بحاجة تانية خالص يعني أنا الماتشين الفات وبتعاني للأهلي في بطولة إفريقيا النهالدة حسن بكتير حتى في الروح يعني حتى في الأداء لأن الروح بتدي أداء أكيد أن الكلام دوات كان بين النهالدة وعشان كده نهال الأهلي كسب بس اللي هو أصعب من كده فده أكيد لازم ياخدوا خبرات من الماتشات دي ويتأقينوا نفسهم شوية خصوة مع الفلاء الكبير تشكيلي للنهاردة الأهلي اللي بدأ به النهاردة هو الراجل قال برضو بعد المباراة أننا عندي سيزة تدوير وعندي كام كبير جدا من لعبة جاهزة شايف التشكيل ده ممكن ده يبدأ بين مباراة ينج أفريكانز ولا شايف ممكن يحدث متغيرات يعني مثلا عمر كبير عبدالواحد راجل مش مقيد لأنه لعب كونفدرية مع فويتشر لا طبعا الكلام ده بيش هيحصل خالص في الماتش الجاي لا صعب لا الماتش الجاي طبعا ماتش له حسابات تانية خالص أكيد الماتش بتاع النهاردة أنا برضو بفكر وشايف وعالف أن أنا برضو بلعبة لديك المحلة مع احترامي طبعا بلديك المحلة أقل مني كنادي الأهل بكتير فأنا ممكن أنزل آآ يعني أفقل أجيب مين ولعب مين وقعد مين وده كلام مهم جدا بس حتة التويل اللي هو يقول عليها تمنى تتعامل بشكل كويس بمعنى كابتن بمعنى أنه فعلا يعني هو محتاج أنه فعلا يعني يدور بشكل كويس قوي لأننا المفروض عندي مجموعة لعيبة كلهم تقديم كويسين فما ينفعش أننا يعني فيه الفتلات احنا مصممين على لعبة معينها وهم اللي لعبوا حتى وهم تعبنين وفي ماتشات كانت ممكن أسهل مثال مثلا شبير بلعب شبير دلوقتي على طول السنة اللي فاتت في أوقات كثيرة جدا جات فرص لشبير لازم كان يلعب ودي كمان كانت تدي ثقة لشبير وتدي ثقة للجمهور وتدي ثقة للولد نفسه لأن لما أنا بلعب وأنا حاس أن المدار اللي عنه ثقة فيه أكيد اللي ديت بتفرق كثير جدا جدا معي فأنا تمنحت التددويل اللي تبقى موجودة حسين الشحات ما ينفع إننا ملعب الولد إفريقي برستاو برستاو لا مش هينفع في حاجات في لعب من لعبة مش هينفع ما لعب ملاوان طيب في لعب من لعبة بدء النهار دا اللي هو عمر كمال عبدالواحد معانا إحصائيات عمر كمال عبدالواحد عدد دقائية 96 التمرات 68 التمرات صحة 61 تمرات مفتحية 2 صناعة فرص 2 استرجاع الكرة 4 رأي حضرتك طبعا عمر رعيب كويس رعيب كويس وحتى الحتة اللي هو بلعب فيها دي أقل مكان هو يلعب فيه هو عنده أماكن أحسن من كده بكتير جدا وحتى أنا كنت كنت يعني عملنا التغييل اللي هو بتاع أقرم وكان حد تاني كنت بفكر إنه لو في حد سلد باك عمر وأنا هتطلع هاني أنا لو أنا نزلت حد ونزلت في حتة القلب ولو هتطلع عمر ناحية اليمين أكيد عمر ده كل ده كل ناس خيالي ده وانا شخصين بتفرج هايجيب هاني يمين ويرجع هاني في النص ويود عمر يمين ولا ولا أحبه بقى وديله الحتة بتاعت الحلوة اللي هو ممكن كمان هو ما كانش وحش بس هنا هيبدأ أكثر وده أمر أكيد يعني ممكن يكون أنا عشان أنا بلده أعب بره وبفكر بشكل يعني مدح شوية لكن أكيد أن أنا شايف ديت لو تعاملت كانت ممكن تبقى أفضل بكتير ودي بقى يعني طبعا أكيد هو ديت هي يعني شغل المدرب يعني بس هو طبعا عايش وعالف ويعني أفضل من ننفل في الحل تانية وسام أبعلي بعد المباراة قال لك ندي وظفتي أن أنا مهاجب وأهداف والأهل يتعقد معي عشان أنا مهاجم بهدف أرقامه جاهزة معنا برضو حرك تعقب عليها عدد 65 الأهداف 2 تزديدات على مرة 4 تزديدات 4 تزديدات على مرة 2 حاجة هيلة جدا أنه يجيب جنين في أول ماتش يلعب أو يعني في بدايته دي أولا تدي له ثقة جبيرة جدا هتدي ثقة جبيرة جدا للجمهور فيه أكيد أن دية هتدي له دفعة هيلة جدا ها شوف الهدف كمان يعني دي من الحاجات اللي الواحد شوف الديفنس بتاع يعني ربيع ربيع ما ينفع المساحات تبقى كده لكن ما شاء الله هو يعني الكرة كمان ساعدته وخدمته وبعدين اديته في حاجة كويس قوي أن هي تعطلت شوية وبعدين يعني بحاجة بسيطة كده نقل شماله حط الكرة بقت قدامه وحط الجليف في وش لجله بشكل كويس قوي ودي اللي ساعدته أن يجيب الجور وده أمر يعني مهم الفلود الكوير أكيد أنه ممكن يبقى له دول كبير جدا في فلقته في النهار ده يحط جنين فأول ما تشيلعبه أكيد أنه ستديله ثقة كبيرة جدا ومن الحاجات المهمة جدا أن السقة تتنقل للجمهور أكيد أنه ستساعده بشكل كبير قوي المكان ده بقى في خنقة نعم المكان ده وأحسن واحد فيهم يلعب واللي يلعب يحفظ على مكانه يعني نحن عايزين خنقة واللي عايزين اللي يلعب هو اللي يحفظ على مكان وهي دي وهو التنافس الفكر التنافس شريف كل واحد فينا يعطي اللي عنده وبعدين الأحسن هو اللي يلعب مكان الوينج ده بقى بسم الله بقى فيه زخرة كبيرة جدا كريم فؤاد على برستاو على كهربا على ريدا سليم على 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 كريم فؤاد النهاردة بسم الله ما شاء الله عمل كريم لعب كويس جدا عمل شغل كويس جدا كريم لعب كويس وحتى الفطلة الفطلة دي قلي شوية لكن قبل القلي ده كان هايل جدا جدا وبعدين الولد ده ما شاء الله إيجابي إيجابي بشكل هايل في الأداء اللي هو بيقدي وفي الفطلات اللي أنا شوفت فيها كان كويس قوي إيجابيته دي أنا يعني الواحد بيحب قوي اللعاب بالشكل ده أنا تمنى إن شاء الله إن هو يقدي كده وإيجابيته دي تستمر أكيد أن الأمور تبقى صعبة جدا على أي حد من قاعد رغم أنه يتصاب بسي مرجع تاني يقف عن رجلي ورجع تاني قوي بسم الله يحفظون منها يعني كمان إمام ما شاء الله يعني أداءه كويس جدا ويواخد الأمور بجدية بس أنا عندي ملحوظة بسيطة أتمنى أنه يخلي باله منها إن أنا يعني يعني أنا بعمل حاجة كويسة جدا جدا وهي يعني انطلاقاتي بالكورة بعمل بها مساحات هيلة جدا وبعمل حلول في القتي بشكل كبير قوي مهم قوي قوي بعد كده يعني أنه كان مزود يعني الإيجابية اللي أنا بعملها لازم تكمل في أنها تبقى بتاعتنا لكن ما ينفعش أننا أعمل الإيجابية وبعدين يبقى فيها سلبية أن تضيعها بأي شكل في الأشكال أو يبقى بتضيعها بلضو بتزويدة مني شوية أكيد أن الكلام دوات ممكن يأصل فيها سلبي لكن الإيجابي أننا أعمل الكلام دوات كله لصالح في القتي آه بعمله لصالحي وبعملها بشكل كويس أول حتى دايما لأنا بأخذ القلة وروح بواحد على واحد وعدي وروح بمسحات أنا أحبها جدا من اللعب الذي يعمل كده ده بيبقى عندي في حتى كبيرة بس المهم أن القلة تبقى بتاعتنا وتبقى فيها إيجابية وتطلع مني لحد من فرقتي أكيد أن الكلام ده هيودي إمام في حتة هيلة جدا حلو كلام ده أخذنا لكلام حضرتك الإيجابية بتاع إمام وهيودي إمام في حتة كبيرة جدا بمعنى كده أن إمام إمام حجز مكان أساسي مع المتخب مصر فترة جاء مع حساب حسن أنا شايف كده يعني ما فيش حد ممكن يقوم باللي بيقوم بإمام صلاحة يعني إذا أمام السلبية دي بس يعني عملها أكيد أن ليه هو هيحط نفسه في حتة وده طبيعي أي لعيب في الدنيا يعني أي لعيب بيقدي وبيقدي بشكل كويس قوي وإيجابياته بتزيد وسلبياته بتقل أكيد أنه هو ممكن يحط النفسه في حتة ما ينفعش أن أي حد يشيله منه من يجي بعد دي والله يعني أنا مش جايلي في بالي حد يعني إنما ما شاء الله أمام عمل فيها الحتة دي عمل فيها عمل لنفسه أفشة طبعا أكيد أفشة لعيب هايل جدا بس اللي عندي إمام يعني في حاجات عندي إمام مش عندي أفشة وهي دي يعني دي اللي ممكن تكون مميزة وفي أفشة عنده حاجات مش عندي إمام بس في الإجمالي أن إمام في حتة القوة والسرعة والفوض بالكورة في المساحات اللي هو بيعملها دي أكيد إنه دي حاجة يعني توديه في حتة كويسة يعني في الهدف الرابع من ضرب الجزاء دخل إمام عشور تكعبل ضرب الجزاء أصممه لعبة الأهل أنه يدو دعم الكبر جدا لوسام أبو علي حركة مدير فني دايما كنت تبوصل للحاجات اللي زي كده وتوجه اللعبة فيها ولا يعني بيبقى عندك نمبر وان اللي هو بيشوت ضرب الجزاء تسيب والشوت لا هو ممكن يعني سياق المباراة والسينال اللي ماشي فيه ممكن تعمل دي بس الأساس مش هينفع أنه إحنا نبتدي مباراة خاصة طبعا في الأزافلة النادي الأهلي ما يبقاش إحنا متفقين من اللي بيشوت البنالتي ومن اللي بيشوت الفاول ومن اللي بيعمل الكل لأن الكلام ده كله أصلا إحنا شغالين عليه وفيه حاجات التلكات اللي احنا بنعملها أكيد إن فيه حاجات في الحاجات السابتة بنشتغل فيه فما ينفعش إن إحنا يعني نبتكل أو نفكر في حاجة غير المدارب وفيه ساعات ساعات لعيب ممكن من نفسه كده يقول لا بس لازم يبقى له موقف معاه بر حتى لو جابها جود لكن ما تنفعش الأمور تبقى سايبة لازم الأمور تبقى منضبطة خصوة في الفلقة الكبيرة لأن لو الأمور السابت في الفلقة الكبيرة الأمر سيبقى صعب جدا 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 وهتأثر على المدرب وهتتأثر على قراراته وهتأثر على شخصيته مع لعيبته مودست من تمريرة سحرة من المتقلق محمد مجد أفشح من طرف أفشح ببساطه بسم الله ودي بتاعته نقدر نقول الماكنة طلعت ومش وهتنسج الغزل والنسيج وتبقى حاجة كويسة اتعامل في الكون بشكل كويس ولما عمل عليها كنترور ووسع لنفسه شوف التوسيع بتاعت نفسه فتحت له الجول حتى ببساطة وبسهول وده أمر أكيد من خبراته لكن أنا بلده شايف أنه أنه هو كفيلود يعني فيه حاجات كثيرة جدا ما بقيتش موجودة عنده واللي هو النادي الأهلي محتاجه النادي الأهلي محتاج فيلود مش فيلود وخلاص لفيلود يكون يعني متعب للناس فاضلا كابتل نعم فاضلا كابتل كابتل لا طمع حضرتك يعني أكيد أن النادي الأهلي محتاج فيلود شوف الحتة اللي أنا بقولك عليها إنه وسع لنفسه دي لما قطع الجون فتح الجون فتح بالنسبة له حطها ببساطة وبسهول وده من خبرة يعني هو الخبرة اللي خلته وقف على الكرة بالشكل ده وده وسع لنفسه وابتدى يحط الكل في الهدف اللي جابه في الجون يا كابتل لو عندنا وعملنا مقارنة نفس نعم نفس 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 برضو ينقصوا بقى حتة يعني القلب والسن يا كابتل عامل الفرق يبقى ما هو أنا السن ما ينفعش إن أنا أنا نادي الأهلي وأنا مش بلعب عشان حاجة بسيطة أنا بلعب كل ماتشات بطولات أنا حتى الماتش بلدية محالها يدين بطولة دوري وهكذا فأنا يعني في فرق ما يكون فيه واحد يلعب في فرقة ويجيب لها جون ويعني ويحطها في حتة معقولة ويبتاع والأمور تمشي وعكس ما يكون حتى النهاردة ماتش بسيط وسهل والديفنسة حتى بتاع بلدية المحلة النهاردة يعني 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 بفكرك ملس بكثة رمضان زمان يجيب لجون كثة رمضان يجيب لجون ولا لكن محمد آه طبعا ده دي شخصيته شخصيته يعني يدي بقى الدنيا كلها ولا هو ولا أي حاجة نجيب لجون وخلص يعني النهاردة بلدية المحلة بلدو ديفنسة كان مساعد فيلود النادي الأهل أن هم يتحركوا ويجولوا بالشكل اللي هم لحوا بيه لكن أكيد هم أحسن وهم أحسن من كده أنا صارت عنهم ماتشات كانوا أحسن من كده بكتير يعني فيفا ماتشات ما شاء الله مقدينها هيلة جدا جدا النهاردة يعني أقل ماتشاتهم ودي بلدو يعني كان ممكن تقل ماتشاتهم بعد مثلا تاني طايم يجي بقى فيهم الجون يفتحوا شوية بتاع لكن مش من أول بعدها آي وبعدين فيه تلت تجوان جم الكلب تتحطي طويلة من والله الناس والله أول مرة شربناها تاني مرة من أشربها تلت مرة من أشربها لكن لما أشربها مرة واثنين واثنين بنفس كل تلت تلت تجوان اللي احنا جبناهم الأولين والتاني والأول والتاني كوة طويلة ونلوح بيها وتتعامل ببساطة وبسهولة أكيد الأهل اللي عبتوا عندها برضو يعني آه فيه ناس جداد لكن فيه ناس معظمهم بخبرات عرفوا يتعاملوا مع الأمول دي بشكل كويس وكان عندنا برضو الناس حتى وسام تعامل مع الكورة اللي جات له في الأول تعامل معها بشكل كويس ولم حطاه حتى قدام وحطي وش رجل فيها كوي جدا أمر كان صعب جدا على الجون هو دوت اللي نازل نتفلع عليه في المتشاة دي الظهور المميز لوسام أبو علي وظهور المميز لمودست ده يأثر وصعب تواجد كهراء في المكان ده سأخذ بحركة الجواب ولكن بعد الفصل فضل الله فضل الله لابن وفقني أنا عارف أنك متصالح مع نفسك جدا فضل الله وخير وجدع وطيب وصحب صحبك بزاك الله كل خير لا بجد والله بجد والله ما بحش كده بين نفسك ويعمل مسيرت حاجة لا خلاص الحمد لله الحمد لله الحمد لله راضي جدا على الله اللي أنا قضيته والحمد لله راضي على توفيق ربنا لي فيه ونتمنى أن ربنا يديم علينا نعمه يديم علينا نعمه ونحن مقبلين نحن في شهر شعبان ومقبلين على شهر رمضان لو لم تقابلنا قبل رمضان كل سنوء طيب ويبقى رمضان سيد عليك وعلى أسرتك وعلى مصرنا الحبيب خير شرفتني ونورتني الكابتن وطميني كمان على الكابتن رمضان السيد إن شاء الله أعزائي المشاهدين بكده نكون وسألنا الحلقة اليوم المتميزة بوجود نجمنا الكبير رمض من رموز كورت القادة المصرية والنادي الأهلي والمدر الفن القدير ومحلر ومنتادة كابتن مختار مختار في الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة